الحقيقة سعداء جدا باللي بيحصل سعداء جدا بالشكل التكتيكي جوه الملعب انا بس قبل ما كمل كلامي في فرحتي لان انا فرحان جدا ومبسوط جدا انا فرحان طبعا لاني مواطن مصري ده اولا ولكن فرحان كمان برد فعل الناس الناس اللي بتكلمني والله قد ايه الناس مبسوطة فعشان كده بقول لحضراتكم قد ايه كرة القدم دي كرة القدم تحديدا بتغير مزاج الشعب المصري بتغير مزاج قد إيه الناس مبسوطة وقد إيه الناس فرحانة زي الأهلي كده الأهلي بيغير مزاج الشعب المصري بالكامل ليه بالكامل لأن الأهلوية قول 70-80 مليون الباقي بيقوز عن اللي باقي أن الأهلوية بيقووا مبسوطين لما الأهلي بياخد دوري أو بيكسب بطولة فالحقيقة خلينا نتكلم النهاردة عن المنتخب مش عايزين نتكلم عن حاجة تانية لكن لمناسبة أهلي وغير أهلي أو أهلي وزمالك تحديدا لأنه الناديين الكبيرين اللي موجودين في مصر الحقيقة شفت حضرتك أبو جبل واللي عمله أبو جبل مع محمد الشنوي حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة جدا 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 ده محمد أبو جبل نجم نادي الزمالك بيتكلم مع محمد الشنوي نجم النادي الأهلي خلينا الناس تخبط هنا في بعض وهنا في بعض اللاعبين زي ما حضرتكوا شايفين منتهى الاحترام المتبادل ما بين اللاعبين منتهى الحب مصر بتضم الجميع أهلي وزمالك واسماعيلي وكل الدنيا هو ده المنظر اللي احنا شايفينه مصطفى محمد طبعا لعب تركيا لعب الزمالك السابق الحقيقة وجلة الصراعي الحالي مصطفى محمد قد ايه هو لما محمد شريف تعور هو اللي بيحط له المية هو اللي بيرش عليه المية هذه هي الروح اللي احنا عايزينها هي دي الروح والله لما شو الواحد لما بيشوف اللقاطات دي بنقول اللي احنا هنكسب خلق والله من جوانا بنقول اللي احنا هنكسب لان اللقاطات دي بتفرق معنا كتير جدا وبتفرق مع الناس اللي بتتفرق الاهلوية والزمالكوية والاسمعلوية وكل حاج والاتحدوية وكل حاج بص احمد ابو الفتوح هو بيبوز دماغ الشيناوي بيقول له الف سلام عليك احمد ابو الفتوح دا نجم نادي الزمالك اللي بيبوز دماغ الشيناوي اللي هو حارس مارمان نادي الاهلي ونجم السenfsi هي دي اللقاطات اللي احنا بناخدها بعد فرحتنا بمنتخذنا الوطني هي دي اللي قطعت هو ده الترند الإيجابي اللي احنا بنبحث عنه ليه ما تبقاش الصورة دي هي الترند الإيجابي للفترة القادمة ليه ما تبقاش الصورة بتاعت الشناوي وابو جبل اللي شاف اللقاء ما بعد المباراة على بين سبورتس محمد الشناوي وابو جبل وهما الاتنين بيتكلم وشوفوا بيتكلموا زي بيتكلموا زي على بعض وقدين ان هما هيبقوا او يعني مش عايزين حاجة غير يعني الشناوي مش عايز حاجة غير ان ابو جبل ينجح وأبو جبل مش عايز حاجة غير للشناوي ينجح وأبو جبل بيقول ما عنديش مشكلة أنا عملت العلاية النهاردة والشناوي حيرجع المطش جاي بالمناسبة